اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة الاهتمام البالغ بالقطاع الصناعي والحرص على تشجيع الصناعات الوطنية وتقديم الحلول المبتكرة لتمكين القطاع من مواصلة دوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي وشدد سعادته على الدعم الذي تقدمه المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية لفتا إلى حزمة المبادرات والممكنات التي تعمل الوزارة بالتعاون مع أبرز الشركاء في المنظومة الصناعية على تقديمها لازدهار القطاع وتنميته والتي استفادت منها شركات الوطنية المختلفة عبر السنوات الماضية جا ذلك لدى استقبال سعادته لسيد طلال الزين رئيس مجلس إدارة شركة أول الخليج للصناعات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة للوقوف على وضع الشركة الحالي وبحث آخر المستجدات المتعلقة بخططها لإعادة الهيكلة والتنظيم حيث اطلع سعادته على الجهود السابقة التي قامت بها الشركة لإعادة التنظيم في العام 2018 سعيا لتحقيق الاستدامة في عملياتها المختلفة وحماية موظفيها